أصبح ما بين التكنولوجيا والسياسة خيط رفيع بعد أن استعرت حرب المعلومات والتجسس بين الدول خلال السنوات الأخيرة نموذج بدى واضحاً في الحرب التي تدور راحاها الآن بين الولايات المتحدة وأوروبا وكندا من جهة وبين تطبيق تيك توك المملوك للصين من جهة أخرى ومع إثارة مخاوف بشأن وصول بكين إلى بيانات المستخدمين وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على منح الرئيس جو بايدن سلطة حظر تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي في السياق أمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوماً للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية وعلى درب الولايات المتحدة حضرت الحكومة الكندية مؤخراً تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها بسبب المخاوف من أن التطبيق ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدد الخصوصية والأمن وعلى الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق حذرت الحكومة الكندية من أن أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف حظر تيك توك آخذ في التمدد حيث حضرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي التطبيق على الأجهزة الرسمية فيما أكدت المفوضية أن القرار سينطبق على الهواتف والأجهزة الشخصية والخاصة بالعمل الصين من جانبها انتقدت هذه الخطوات رغم الحظر الذي يفرضه الحزب الحاكم على العديد من منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية وتطبيقات المراسلة واعتبرت الخارجية الصينية تلك الإجراءات لأنها تقييدية وقمعية وغير مقبولة ترجمة نانسي قنقر